وزيرة إماراتية تجول في العاصمة المؤقتة عدن في الوقت الذي يمنع وزراء في الحكومة الشرعية التي يفترض أن التحالف جاء لدعم استعادة سلطتها من الإنقلابيين من العودة إلى العاصمة المؤقتة للبلاد تقاسم للنفوذ والوجود بين السعودية والإمارات صراع ناعم على أراضي يمنية بداية المشهد المتكرر جاءت بوصول السفير السعودي محمد ألجابر إلى مدينة عدن قبل يوم من عودة رئيس الحكومة معين عبد الملك إليها لإصال رسائل تقول إن هذه الحكومة ورئيسها يحظيان باحتمام ورعاية سعودية خاصة رد الإماراتي لم يتأخر كثيرا فبعد أقل من 24 ساعة من أصول الحكومة كانت وزيرة الدولة لشؤون التعاون الدولي ريمة الهاشمي تصل إلى ميناء زيت في عدن وتجري سلسلة من اللقاءات بدأتها بلقاء رئيس الحكومة وعدد من الوزراء في الحكومة وجالت في مناطق المدينة الوقعة تحت سطوة القوات الإماراتية قيام المسؤولين السعوديين والإماراتيين بالجولات الاستعراضية في العاصمة المؤقتة في الوقت الذي تبقى فيه الحكومة الشرعية رهينة قصر المعاشيق يكشف عن رسائل يريد التحالف بعثها ليس أقلها أنه هو المسيطر على الجغرافيا وعلى القوات والأمن ويرسم خارطة الخوف والدم ويستخدم ورقة الشرعية لإحكام قبضته على الأرض أعداً الغارقة في العنف المسيطر عليه من قبل التحالف كما تكشف العديد من التقارير الدولية آمنة لمسؤولي التحالف بالغة الخطورة على المسؤولين اليمنيين وخطباء المساجد وسكان المدينة المتعبين من غياب الدولة وتفشي العنف سلوك الحكومة القابل بلعب دور التابع وحجر النرد في يد التحالف يكشف عن معادلة مختلة من شأنها بيع الوهم للناس وسقوط كافة الأقنعة الرامية لتجميل وجه التحالف والتغطية عن أطماع الحلفاء الأداء ترجمة نانسي قنقر